دور العلماء أخي الشيخ عبد الله نعرفه من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ما درج عليه الأولون من سلف هذه الأمة الماضين من علمائها الربانيين على مر العصور الله سبحانه وتعالى عندما اختص أقواما من عباده بهذا العلم الشريف إنما يحملهم بذلك أمانة عظمى حيث يقول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وكذلك توعد الله سبحانه وتعالى أهل العلم إن كتموا هذا العلم عن الناس وحرموا الناس هذا النور الذي أنعم الله عز وجل به عليهم فقال الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وهذه الآية الكريمة والآية التي بعدها وقد حملت هذا الوعيد المخيف كانت تحمل الكثير من العلماء بدءا بالصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم كانت تحملهم على التحديد ونشر العلم الذي علمهم الله سبحانه وتعالى إياه فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول كما يروي عنه البخاري في كتاب العلم من صحيحه يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآيتين الكريمتين فكان كثير من الصحابة فمن بعدهم تحدوهم هذه الآية على التحديث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت كانوا يخافون من الوقوع في الخطأ ويخافون أن يدخلوا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلجي النار وإن كان الكذب قد قيد هنا بالتعمد في الحديث الآخر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فالمقصد أن هذه الأمانة الثقيلة التي حملها الله سبحانه وتعالى العلماء هي التي دفعتهم للقيام بواجبهم في هداية مجتمعاتهم بإذن الله وفي إيصال هذا النور إليهم وفي الوقوف معهم إذا ظلموا وفي انتزاع حقوقهم بالكلمة الحسنة حينا وبالشفاعة الحسنة حينا آخر وبالإغلاض والضغط على الحكام وولاة الأمر أحيانا أخرى نجد الصحابة رضي الله عنهم يصححون أخطاء الولاد وينصحونهم تارة في مجالسهم الخاصة فيخالطونهم ويجالسونهم ببغية الإصلاح كما كان يفعل ابن شهاب الزهري رحمه الله حافظ السنة في زمنه كان يجالس بني أمية ولكن كان ينصحهم وكان يصدع بالحق ولا يخاف لوم تلائم ومواقفه في ذلك مشهورة وكذلك الإمام أبو يوسف القاضي مع المنصور وحتى الذين انقبضوا عن العلماء عن الحكام والولاة والسلاطين كانوا يصدعون بالحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ترجمة نانسي قنقر